أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة طاها في هذه الدورة المباركة وقد وصلنا في تفسير هذه السورة إلى قول الله عز وجل ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ذكر الله عز وجل الحجج التي احتج بها موسى على فرعون وكيف أن موسى استفرغ وسعه في بيان الحق وجاء بما يدل عليه ويبينه لمن كان راغبا في طلبه ومقبلا عليه قال الله عز وجل ولقد أريناه آياتنا كلها أرينا فرعون الآيات كلها ولكنه أصر على المعاندة والتكذيب قال فكذب وأبى كذب بتلك الآيات وأبى أن يؤمن وقوله آياتنا كلها قد يستغربها من لا يعرف الإعراب أريناه آياتنا هذه آياتنا مفعول به ثاني لأرى منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنها جمع مؤنث سالم إذن هي منصوبة ولذلك لما أكدها قال كلها فبين أن النصب هنا بالفتح لأنه التأكيد هنا جاء كلها لأنها تأكيد لمنصوب وتأكيد المنصوب يكون بالنصب فكل جاءت أيضا على النصب قال الله عز وجل مبينا كيف كذب قال فرعون أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى هذه طريقة هؤلاء الطغاة عندما تأتيهم الحجج والآيات لا يقابلونها يا إخواني إلا بالتهم ومحاولة إثارة الناس والغوغاء ضد الداعية فنحن نعرف مقاصدك يا موسى أنت تريد أن تستأثر بالملك دوننا لك مقاصد سياسية عندك مآرب تريد من ورائها أن تكون الملك علينا أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى تريد أن تجمع الناس حتى تؤلبهم على الملك والمملكة والملك هذا لا يمكن أن نقبله ومن قال لك إن موسى له غرض في هذا الذي أنت فيه موسى عنده مهمة أعظم إنقاذ الناس من حضيظ الكفر ودعوتهم إلى الله وإنقاذ بني إسرائيل والعبودية التي استعبدتهم فيها إلى أن يكونوا أحراراً ويفتح الله بهم الأرض المقدسة قال فلنأتينك بسحر مثله يعني إن كان هذا الذي جئت به سحراً قد تعلمته عند غيرنا فعندنا سحر مثله نأتيك به فنغلبك بالسحر فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت مكاناً سوى طلب هو أن يغالب موسى بالسحرة الذين عنده قالوا وكان السحر مشهوراً في عهد فرعون وكان السحرة يتقربون إليه ويطلبون قربه وكان فرعون يكره بعض بني إسرائيل على تعلمه من أنجل أن يستحول بهم على الناس ويجعلهم يسخرون الناس له قال فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت موعد بيننا وبينك يا موسى لا تخلفه أنت ولا نخلفه نحن مكاناً سوى أي مكاناً نصفاً بيننا وبينك نأتي نحن وإياك إليه على قدر سوى وقيل مكاناً سوى أي مستوياً يبصر الناس فيه ما يجري على أرضه من دون أن يغيب عنهم شيء وكان هذا من مطلوب موسى ولذلك سارع موسى بالإجابة وقال موعدكم يوم الزينة اليوم الذي يخرج الناس فيه لعيدهم ويتزينون فيه وأن يحشر الناس ضحى أمر الأنبياء كله واضح ما عندهم شيء يخفونه ما قالوا لا 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 هد الأمور يا فرعون أنت بس أعطنا مثلاً منصب وزاري ولا حقيبتين ولا حاجة ونحن نرضى بالباقي ونسكت لا هذا كله لا يعنينا ولا يهمنا في شيء نحن حملت رسالة نحن حملت ملك عريض ولسنا حملت مناصب وزارية أو مساومات أرضية مباشرة بادر موسى إلى القبول قال موعدكم يوم الزينة وهو يوم عيد لهم وقيل إن هذا اليوم يوافق يوم عشوراء فهو اليوم الذي اجتمعوا فيه وهو اليوم الذي حصل فيه ما حصل من إهلاك فرعون إن صح ذلك أما إهلاك فرعون في يوم عشوراء فهو صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأمر بصيامه وقال نحن أحق بموسى منكم يقول اليود فهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى ومعه والمؤمنون إلى اليوم يفرحون بذلك اليوم الذي نجى الله فيه المؤمنين من فرعون وملائم قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى ما هو في الليل فيكون الأمر معميا ولا في القصر فيكون الأمر خفيا ولا في الظهر فيكون الأمر فيما شق على الناس ولا في أول الصباح ويكون الناس لم يستعدوا ولم يخرجوا ضحى يعني بعد شروق الشمس بقليل ويكون الأمر واضح وظاهر وفي مكان معتدل لا منخفض فيه ولا مرتفع قال الله عز وجل فتولى فرعون فجمع كيده أي ذوي كيده وسحرته وما كان يعده منذ فترة طويلة من السحر ثم أتى جمع كل ما أوتي يقال إنه جمع سبعين ألف ساحر وفي بعض الروايات ثمانين ألف ساحر وفي بعضها ثلاثين وفي بعضها خمسا وثلاثين ألف ساحر وفي رواية ابن عباس جمع ثنين وسبعين ساحر والله أعلم بما كان من ذلك لكن هذا يدل على أن فرعون كان ملكه عريضا وكان قد بطش بالناس وسخر هؤلاء السحرة لتأمين مملكته وخداع الناس وإرهابه قال لهم موسى بعدما اجتمعوا مذكرا وواعظا لأن موسى عليه الصلاة والسلام لا يريد في ذلك اليوم أن ينتصر دون أن يحقق إيصال الرسالة يريد أن ينصر رسالة وأن يقول للناس كلمة مثل ما فعل الغلام المؤمن في قصة نصارى نجراء في قصة أهل الأخدود لما هذا الغلام آمن وكان عمانه بسبب ذلك الراهب ثم علم به الملك فأراد أن يعاقبه فذهب به في البحر فدع الله عليهم فأنجاه الله من بينهم ثم صعدوا به جبلا فدع الله عليهم فسقطوا وأنجاه الله من بينهم فقال الملك كيف أقتلك قال اجمع الناس في صعيد واحد ثم خذ سهما من كنانتي واربطني على أصل شجرة ثم قل بسم الله ربي هذا الغلام فإنك إن فعلت ذلك فإنك قاتلي فالملك كان يريد القتل إيش يقول قبل ذلك وماذا بعد ذلك ما يهمه وقال تلك الكلمة وأطلق السهم فقتل الغلام فقال الناس آمنا برب الغلام ما استطعت أيها الملك أن تقتله إلا لما قلت الكلمة التي أمرك أن تقولها وهي تدل على الإيمان بربه فأسقط في يد الملك وهنا موسى عليه الصلاة والسلام لما اجتمعوا جعلها فرصة فذكرهم بالله عز وجل قال لهم موسى وي لكم خافوا الله لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا بسحركم فتزعبوا أن فرعون رب لكم وتردوا آية الله عز وجل التي أرسلها على يدي لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وفي قراءة فيسحتكم بعذاب فيسحتكم أن يستأصلكم بعذاب رهبهم وذكرهم ووعظهم ثم قال وقد خاب من افترى وهذا من ذكاء موسى عليه الصلاة والسلام فإنه لم يقل وأنتم خائبون وإنما قال من افترى فالخيبة عاقبة يخيب ولا يفوز ولا يحصر المقصود عندما سمعوا هذه الكلمة من موسى عليه الصلاة والسلام قالوا والله ما هذا بكلام ساحر لو كان ساحرا ما قال لنا هذا الكلام فتنازعوا أمرهم بينهم واحد يقول هذا لا يمكن أن يكونك ساحرا والثاني يقول بل امضوا لما جئتم له والثالث يقول سنغربه والرابع يقول دعونا ننتظر ونتأكد فتنازعوا أمرهم بينهم ثم إنه غلب عليهم ما غلب من وسوسة الشيطان وجنود إبليس الذين بثوا فيهم وأسروا النجوة أي أسروا فيما بينهم كلاما قالوا إن هذان لساحران يعني كأن ملأا أو جندا من جند إبليس جمعوهم وقالوا انتبهوا هؤلاء سحرة محترفون جدا وأنتم تعلمون أنكم تنالون أعطيات من فرعون فهؤلاء إن فازوا عليكم سيغلبونكم وسيأخذون كل المناصب التي كانت عندكم ذكروهم بالدنيا وخوفوهم من ذهاب المنصب وهذا من كيد فرعون قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم ويذهبا بطريقتكم المثلة يذهبا بالسحر الذي معكم ويستأثران به ويصبحان هم أصحاب الشأن والأمر والنهي والجاه في البلد ولا يبقى لكم معروف ولا من يذكركم ولا من يكرمكم خوفوهم من هذه الناحية مثل من يخوف بعض الناس مثلا من قطاع الراتب أو بالإخراج مثلا من البلد أو بغيرها فيقول قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم قولوا إن هذان لساحران هذا مما يشكل في الإعراب لأن إن وإن تنصب الإسم تنصب الإسم فإذا كان إسما مثلا مفردا أو جمع تكسير فإنها تنصبه بالفتحة وإذا كان مثنى فإنها تنصبه بالياء فكان المفروض أن يقال إن هذان لساحران لكن القراءة جاءت إن هذان لساحران فما الجواب؟ الجواب أن هذا جاء على لغة من لغات العرب وهي أنهم يلزمون المثنى الألف في حالة الرافع والنصب والجر يقول جاء هذان ورأيت هذان ومرأت بهذان إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد ليس غايتها وإنما غايتها لأنهم يلزمون المثنى الألف في كل الأحوال ويقدرون الحركات على الألف فيكون الإعراب إن هذان لساحران إن هذان لساحران هذان اسم إن منصوب بالألف منصوب ليس بالألف بحركة مقدرة على الألف منع منظورها التعذر طيب وفي قراءة أبي عمر بالعلى قالوا إن هذين لساحران وهذه القراءة لا إشكال فيها من حيث القياس والإعراب يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما فانتبهوا لمكيدتهما ويذهبا بطريقتكم المثلى يعني هؤلاء ما لهم مقصد إلا الإفساد في الأرض وتخريب نظام المملكة والانقلاب على النظام والخروج عليه وأيضا سحب الصلاحيات من تحت أرجلكم حتى لا يبقى بأيديكم شيء تصبحون بعد ذلك فقراء قال الله عز وجل فأجمعوا كيدكم تقرأ بروايتين فاجمعوا كيدكم أي اجمعوا كل ما عندكم من السحر وفأجمعوا كيدكم أي أحكموا كيدكم يعني افعلوا ما عندكم من السحر بإحكام وإدقان وافعلوا أبلغ ما تجدون من السحر هاتوا كل ما بأيديكم وأتوا به على أفضل ما يكون وبهذا اجمعوا كل السحر وأتقنوه إذا جمعنا القراءتين ثم أتوا صفا لكي ترعبوا موسى وهارون لأنه إذا أتوا صفا صار لهم هيبة ولهم مقام بخلاف ما إذا جاء كل واحد من طريق وكل واحد في ناحية وقد أفلح اليوم من استعلم يعني من كان له العلوم قد أفلح إن كنا نحن فإن موسى فإن فرعون سيعطينا وسيقربنا وإن كان موسى صارت له الغلبة وخسرنا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى كانوا هم معتزين بما عندهم ولكنهم كانوا مؤدبين يعني ما بدأوا دون أن يشاوروا موسى وهارون ولكنهم استشاروهما وتأدبوا بين عيديهما ولعل الله كافعهما بالإيمان إكراماً لهما على الأدب الذي حصل منهما مع موسى وهارون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى خيروا موسى بين أن يبدأ أو يبدأوا فاختار موسى عليه الصلاة والسلام من يبدأوا من أجل أن يرى الناس كل ما عندهم من السحر فإذا جاءت الآية التي بيده وإذا بها تغلب كل ما عندهم وتغطي عليها لكن لو ألقى موسى عصاه أولاً ثم جاءوا هم بسحرهم قد يختلط الأمر على بعض الناس فتريث موسى ولعل هذا كان بأمر من الله عز وجل قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم جاءوا بحبال وعصي يخيل إليه من سحرهم أن تسعى يعني سحروا أعين الناس واسترهبوهم وإلا في الحقيقة فإن ما عندهم لم ينقلب إلى أن يكون حيات تسعى وإن ما سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم الله عز وجل وصفه بأنه عظيم للدلال على أنه لو رآه إنسان عادي لتغير عليه قلبه قال الله عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى حتى موسى وصل إليه الخوف خاف أن ينخدع الناس بسحر هؤلاء السحرة فلا يصبر ولا يتريث لكي ينظر إلى الآية التي جعلها الله عز وجل بيده ولذلك تخوف وخشي من شدة ما أوتي هؤلاء من السحر ولذلك طمنه الله عز وجل لأنه قال له لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى يعني أنتم في عنايتي ورعايتي قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى اطمئن يا موسى العلو سيكون لك لكن موسى لا يدري كيف سيكون له العلو لكنه يعلم ويوقن بأن العلو سيكون له بوعد الله إياه قالوا ألق ما في يمينك تلقف ما صنعه ألق ما في يمينك وهي عصاه فإنها ستصبح حية ضخمة تأتي على كل ما قذفوه في الأرض من حبال وعصي فتلتهمه فلا يبقى منه شيء ليست تستحوذ عليه أو تركب فوقه أو تمسك به أو تسكته لا تلغيه من الوجود وهذا أبلغ ما يكون من الغلبة آية عظيمة جدا ولذلك لما كانت عظيمة كان أول من آمن بها هم هؤلاء السحرة قال وعلق ما في يمينك تلقف ما صنعه فإذا هي تلقف ما يعفكون كل ما اتفكوه واختلقوه أكلته هذه الآية فلم تبق منه شيئا لا إله إلا الله لو قدرنا يا إخواني أنهم كانوا 72 ساحرا وكل واحد ألقى حبالا وعصي كم عددها تم لا سيارة ولا سيارتين ولا كريلة جاءت هذه العصر التي كانت بيد موسى فألقاها فأكلت ذلك كله أين ذهب سبحان الله وهم ما فعلوا شيئا إنما سحروا أعين الناس وإلا الحقيقة أن هذه الحيات التي فعلوها هي حبال وعصي انتهت والتغت من الوجود قال الله عز وجل مطمنا موسى إنما صنعوا كيد ساحر هذا كيد السحرة كيد يسير لا ينطلي علينا ولا على أهل الإيمان إنما صنعوا كيد ساحر ليس له حقيقة ولا يفلح الساحر حيث أتى هذه قاعدة قرآنية أن الساحر ما يفلح في أي أمر يطلبه لا يفلح حتى في طلب الدنيا انظروا أكثر السحر الآن يفعلون ما يفعلون من الأجل أن يأخذوا أموال الناس وهم أفقر الناس وشر الناس حالا لا في بيوتهم ولا في مناظرهم وثيابهم ولا في طعامهم وشرابهم ولا في هيئاتهم لا يفلح الساحر حيث أتى هذا الذي طلب الدنيا بالكفر بالله والعبادة لغير الله لا يمكن أن يكون الفلاح قريلا له لما فعل ذلك موسى وأكلت كل ذلك أول من يؤمن هم السحرة قال الله عز وجل فألقي السحرة سجدا ألقوا كأنما ألقاهم ملقب من شدة اندهاشهم لما حصل بيد موسى عليه الصلاة والسلام وماذا حصل منهم مباشرة هوا إلى الأرض ساجدين لله عز وجل لأن الحقيقة التي جاء بها موسى قد قضت على كل غشاوة كانت فوق قلوبهم وعلى كل شهوة طغت عليهم كانوا جاءين راغبين في الدنيا مطالبين القرب من فرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين يريدون هذا قال نعم وإنكم لمن المقربين زادهم زيادة من عنده ما يريدون أكثر من هذا مطالبهم بسيطة جدا لكن لما جاء الحق الذي هو كالشمس أو كالضحى الذي هم فيه انقشعت عنهم كل شبهة وزالت عنهم كل شهوة فلم يبق في قلوبهم إلا الحق وإثاره ولذلك فألقي السحرة سجدا هذا الفعل ثم صدحوا بالحق قالوا آمنا برب هارون وموسى في الآية الأخرى آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فإن قيل كيف قدم هارون هنا على موسى قلنا أولا مراعاة للنظم والقرآن جاء بلغة العرب والعرب تراعي الفواصل وتهتم بها لجمال اللفت وثانيا لعل بعضهم قال آمنا برب موسى وهارون وبعضهم قال آمنا برب هارون وموسى فيكون ذلك مطابقا للواقع قال الله عز وجل مبينا مكيدة جديدة مكائد فرعون الآن فرعون بهت الآن السحر الذين جاء بهم ليستعين بهم على باطله كلهم سجدوا لله رب العالمين وأعلنوا أنهم أتباع لموسى وهارون هل قال لهم تعالوا أصبروا دعونا نؤمن سويا لا لا يمكن لأنه كذب وأبى طيب ماذا يصنع لهم لو كان الذين آمنوا الناس غير السحرة لكان يقول وين أنتم كيف تؤمنون أنا ما آمنت ولا السحر الذين جاءوا بالسحر آمنوا أنتم سذج وسفهاء لا تعرفون الحق ولا الحقيقة سلموا للعلماء سلموا للناس الفهمين من أمثالي المشكلة التي وقع فيها فرعون أن السحر الذين جاء بهم ليغالبوا موسى وهارون هم الذين آمنوا وهم أول من سجد ما هي الحيلة الحيلة قال آمنتم له قبل أن آذن لكم وين الطاعة والسمع كيف تتقدمون بالإيمان قبل أن تأخذوا إذن مني أنا ما سمحت لكم حتى الآن إذن أنتم وقعتم في مخالفة عظمى تستحقون عليها القتل لأنكم فعلتم فعلا من غير إذني لم يقول أنتم اكتشفتم الحق والله شكرا لكم أن دللتمون على الخير ولم يقول لأنكم آمنتم فأنتم تستحقون على الإيمان القتل لا لأنه ما يستطيع ذلك قد بانت الحجة للسحرة إذن ما هي المشكلة كونكم استعجلتم بالإيمان قبل أن أسمح لكم به المفروض تصبرون تكتبون خطاب وقع الخطاب من قبل ويصدر الخطاب ثم يعلن مرسوم ملكي نسمح لفلان وفلان وفلان بمزاورة شعار الإيمان واتباع موسى وارو وعندها يكون هذا طبيعي وهذه ديمقراطية فرعون يريد الأمور بس تجري بصورة رسمية ما ينتظر يستعجل الإنسان ويتقدم بين يدي هذا الملك العادل الطيب الديمقراطي الذي يعطي كل الناس حرياتهم لا قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر تهمة جديدة هي القصة أنا عرفتها أصلا هو وأنتم إياهم تآمرين عليه قبل أن تأتوا إلى هذا المكان وكان هو الذي يعلمكم السحر من حيث لا أشعر لكن الجزاء عندي فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف يقال إنه أول من عاقب بمثل هذه العقوبة ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى إن كنتم خفتم من العذاب الذي يهددكم به ستعرفون ما هو عذاب وما هي عقوبتي سأعذبكم عذابا لم يعذبكم به أحد من العالمين ولم يسمع به أحد قبلي وستكون أنتم عبرة لكل معتبر وعظة لمن يأتي بعدكم من السفهاء الذين يفتاتون على مقامي ويتقدمون بين يدي فيؤمنون قبل أن يستأذنوني شوالآن يفر يخادع ما قالوا الله خلص ناس بان لهم الحق كيف تفضلوا الله يحييكم لا أمنتم قبل أن آذن لكم الورطة العظمى التي يستحقون عليها الإقصاء والاستئصال هو أنهم تقدموا على فرعون بالإيمان ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى هنا ثبت الله هؤلاء والله ما أعجب يا إخواني من أحد في القرآن مثل ما أعجب من هؤلاء السحرة إي وربي كل ما جئت إلى قصتهم أصابتني قشعريرة كيف أن الله إذا أنزل هدايته على أحد وأراد به خيرا نقله من حضيظ الكفر إلى صعودات الإيمان من غير مقدمات نحن لو أردنا أن نقف هذا الموقف نحتاج عشرين سنة نتربى ونقرأ آيات وأحاديث نجلس عند علماء ووا 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 لنقف هذا الموقف العظيم اسمعوا ماذا وقالوا لله أنتم أيها السحرة في أول النهار كنتم سحرة فجرة ثم أمسيتم شهاداء بررة يا رب لا تحجب عنا هدايتك رأيتم كيف تأتي الهداية ويخلقها الله في قلوب من شاء من عباده فيصبح الإنسان في لحظات ينتقل من كافر موغل في الكفر إلى مؤمن لا يتردد في أن يبذل نفسه وماله وكل ما يملك من أجل الله كيف هذا يهدي من يشاء كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء اللهم كما هديت هؤلاء فاهدنا للحق يا رب العالمين قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات يا الله كان بإمكانهم أن يقولوا دعونا نصبر يا ناس ثم نستخفي ونلوذ نهرب نبتعد عن عينه لا إعلان للحق بالفعل بالسجود وبالقول آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ثم مصادم أهل الباطل لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا أي ولن نؤثرك على الله الذي فطرنا وخلقنا وأبدع خلقنا أو لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنتقاض يقسمون بالله عز وجل اقض ما أنتقاض افعل ما تشاء نحن قد هانت علينا نفوسنا في ذات الله بذلناها من أجل الله كيف جاء هذا الإيمان يا إخواني فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر أنت الذي علمتنا السحر وأكرهتنا عليه وشجعتنا وأغررتنا به فنحن نسأل الله أن يجعل ما يصيبنا على يدك غفرانا لخطايانا وتكثيرا لهذه السيئة التي وقعنا فيها والله خير وأبقى خير لنا منك وثوابه أبقى لنا من ثوابك إن كنت تعدنا بأجل من الدنيا وبقرب منك فقربنا من الله خير وثواب الله أبقى من ثوابك إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم هذا الذي نخشاه ونخافه نخشى من العذاب الدائم وليس من أن تقطع أيدينا وأرجلا من خلاف وتصلبنا على جذوع النخل إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا يبقى بقاءا سرمديا غير حي ولا ميت ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى هؤلاء هم أصحاب المنازل العالية وهذا ما نريده جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى سبحان الله كيف استقر الإيمان في قلوب هؤلاء فنطقوا بهذا الحق يا إخواني هذه هي حقيقة الإيمان إذا أودعها الله قلب إنسان لم يتكلم إلا بالحق ويبصر الحقائق كأنه يراها مع أنها غيب مشتور عنه فهو الآن يقولون هذا الكلام الذي والله لا يستطيع أن يقوله واحد مننا مع أنه ولد في الإسلام وعاش في الإسلام ثلاثين أو أربعين أو خمسين عاما لا يستطيع أن ينطق بما ينطق بها هؤلاء ويتكلم بهذا الكلام الجميل المتين الفصيح الرائع الدال على قوة الإيمان الذي وقر في قلوبهم كيف ضحى هؤلاء بدنياهم ومناصبهم وأعمالهم وبقائهم مع أولادهم وبقائهم في أراضيهم وأوطانهم ومزارعهم وأنتم تعرفون مصر ماذا كانت في الزمن الأول عندما كان النيل يجري فيها وهي جنات وأنهار شيء مغري كل ذلك نسوه في ذات الله عز وجل لله هؤلاء القوم والله ما أعجب من أحد مثل ما أعجب من حال هؤلاء السحرة الذين أصبحوا سحرة فجرة يؤيدون الباطل وينصرونه ويكفرون بالله عز وجل ويستهنون به ثم يصل بهم الحال لأن يكونوا في المساء من الشهداء العدقيها البرد أسأل الله سبحانه وتعالى الذي هداهم أن يهدينا والذي جعل في قلوبهم هذا الإيمان وهذا اليقين أن يجعل في قلوبنا إيمانا ويقينا يمحو كل شك وشهوة وشبه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك لا أراه ترمي على صفح والأرض التي تشكرها كبير ربي وباقيا تتوجه لغير ربك السفل قمت بإراده لا أراه مستمر ولكنه فحينها ومع بإراده بإراده اقداع هل تنبه لغي بإراده كبير ربك ولغ